برص الرسول عالج موضوع القيامة وتكلم عن نتائج كارثية لو لم تكن قيامة لأن القيامة مثل ما ذكرت هي حجر الأساس والقلعة الحصينة لإيماننا وإرساليتنا وعقدتنا فإذن مرتكزة مؤسسة على قيامة يسوع وأن يسوع المسيح حي فإذن لو لم تكن قيامة كورنتوس 15 كورنتوس الأولى 15 يقول يعني مفائدة التبشير ليه منبشر لا معنى لها مفائدة الإيمان إيمان يكون عقيم مفائدة الشهادة جميع الشهود والكارزين بالقيامة يكونون كذبة فإذن إذا ما فيش قيامة لا خلاص ولا فداء من الخطية إذا ما فيش قيامة كل المؤمنين الذين سبقونا يكونون قد هلكوا على الفاضي يكون شيء آخر يكون المؤمنون بالمسيح أكثر الناس مدعاء للرثاء مثل ما بيقول أنتم بعد في خطياكم فقدان الرجاء بالكامل نكون مثل ما الآية بتقول أشقى جميع الناس لكان كل التضحيات المبذولة وكل العمل في حق للرب ضاعة تأسده ونكون فعلا مدعاء للرثاء في هذه الحياة أين الأمل أين الرجاء فيصبح حالنا فلنأكل ولنشرب لأننا غدا نموت لأنه حب إحنا قلنا أن المسيحية مش رغم تفوقها وسموها عن كل الأديان سواء بالتعليم بالمعجزات بحياة يسوع بكماله يعني شيء مذهل ولكن كل التصريحات وكل الكلام كله بيرتبط على الموت والقيامة فإذا كان كله فاضي ما إلوش أي نفع ولا إلو أي قيمة طبعا القيامة إلها نتائج بتعني أن الخلاص حقيقة تم إنجازها فالقيامة تؤكد أن يسوع مات على الصليب ثم تضمت القيامة قيامة الناس وهذا هو الرجاء المبارك اللي إحنا من نادي فيه فالأبرار إلى قيامة الحياة الحياة الأبدية والخطى يواجهون غضب الديان ثم الهلاك الأبد القيامة هي إعداد لتحقيق وعد يسوع أنه سيأتي ثانية مش رح يجي ثانية إلا إذا كان قد قام من الأموات أولا القيامة كسرت قوة القبر وشوكت الموت بل أثبتت أن المسيح هو المنتصر وأثبتت أن المسيح هو الفادي القيامة هي قلب وحياة ونبض المسيحية بدون القيامة لا توجد مسيحية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر